أهلا بكم مشاهدينا كرام إلى حوار فرانس فانكاتخ من باريس مع سيد جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري في تونس ورئيس شبكة دستورنا سيد جوهر أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا سؤال الأول ربما نطرحه بشأن هذه الشبكة شبكة دستورنا ما هي هذه الشبكة شبكة دستورنا هي جمعية من جمعيات المجتمع المدني في تونس هي شبكة مواطنيات تعمل في حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وكذلك تتابع مسألة الانتقال الديمقراطي وخاصة المسألة الدستورية هي شبكة نشأت على إثر انتخابات 23 أكتوبر لما تقدمت قوائم مستقلة إلى الانتخابات باسم دستورنا لأنها أعدت مشروع دستور مواطني تشاركي تم إنجازه في جويليا 2011 وتقدمت هذه القائمات للانتخابات ثم بعد ذلك تشكلت هذه القائم المستقلة في شكل شبكة اجتماعية مواطنية حرة تعمل بشكل أفقي وديمقراطي وحر أستاذ بن بارك أنطلق من صلب اختصاصك وهو القانون الدستوري مشروع الدستور التونسي الجديد هل يؤسس فعلا كما قيل لدولة مدنية وأخرى دينية في آن واحد؟ هو في الحقيقة هناك تقدم كبير وقع على مستوى مسودة بالمقارنة مع المسودة الأولى والثانية والثالثة في هذه النقطة نحن وصلنا إلى الرابع الآن نحن الآن أمام مشروع الدستور المشروع الرسمي والنهائي المودع رسميا لدى المجلس الوطني التأسيسي هناك تقدم وقع على مستوى النقطة الآتية هو إقرار مبدأ كونية حقوق الإنسان أولا ثانيا إقرار فصل خاص في أول فصل الثاني يتحدث عن الصبغة المدنية للدولة ثم إدخال حرية الضمير حرية المعتقد والضمير داخل الدستور هذا تقدم حقيقي ولكن تبقى هناك نقاط مخيفة ونقاط غامضة في هذا النص تتعلق النقطة الأولى بأن الدولة ترعى المقدسات وعبارة المقدسات هذه عبارة فضفاضة وذات مضمون واسع للغاية أن الدولة ترعى المقدسات أمر خطير ثم المسألة الفصل 141 الذي يعطي التأويل رسمي للفصل الأول من الدستور عندما يقول بأن الدولة التونسية دينها الرسمي هو الإسلام اعتبار أن وجود دين رسمي للدولة قد يمهد الطريق غدا إلى إنشاء دولة دينية يعني هناك تناقض داخل النص بمنطق كل من يبحث عن شيء يريد من يجده من يبحث عن الدولة المدنية يجدها ومن يبحث عن الدولة الدينية يجدها وإن كان هذا قد أدخل التناقض على مستوى النص واضح المنظمات الحقوقية طالبت بحذث هيئة الأعلام من مشروع الدستور الجديد هل تعتبر أن هذا الأمر قد يؤسس إلى رقابة جديدة على الأعلام؟ لا هناك خرق للمعايير الدولية في مسألة حرية الإعلام باعتبار أن الصلاط التعديلية وأن كانت دستورية لا يمكن أن تكون إلا صلاط تعديلية للقطاع السمعي البصري الصحافة المكتوبة لا يمكن أن تخضع إلا إلى التعديل الذاتي ما فعله المؤسسون السلطة التأسيسية في تونس هي أنها دمجت السمعي البصري مع الصحافة المكتوبة وهذا خطر كبير على الصحافة المكتوبة من المواضيع الأخرى التي يثارت الجدل الكبير في تونس هو موضوع تحسين أو مشروع قانون تحسين الثورة هل هو حق أريد به باطل قبل الانتخابات المقبلة كما يروج كثير؟ نعم هو حق أريد به باطل تحسين الثورة مطلوب ولكن تحسين الثورة الحقيقي هو في ممارسة سياسة حقيقية تحقق أهداف الثورة هكذا تتحصن الثورات عندما تتحقق أهدافها عندما يكون الماسيكون بزمام الأمور يحققون أهداف هذه الثورة في التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات هكذا يتم تحسين الثورة الآن قانون تحسين الثورة هي حيلة قانونية لإقصاء بعض الخصوم السياسيين أنا كنت ضد الفصل الخمستاش من المقصود قبل أن تتحدث عن فصل الخمسة عشر إقصاء من تحديدا؟ هي إقصاء الخصوم السياسيين وإقصاء حزب نداء تونس وبعض الأحزاب الأخرى أو الأشخاص الموجودين في الأحزاب الأخرى أنا لست مع عودة التجمع إلى الحكم بأي صيغة من الصيغ ولا التجمعيين إلى الحكم أنا أعتبر المسألة الأخلاقية أن هؤلاء عبثوا بالبلاد فسادا لمدة فترة طويلة ومن ناحية الأخلاقية عليهم أن ينأوا بأنفسهم الآن عن ممارسة السياسة وأن يبتعدوا قليلا هذا من الجانب الأخلاقي أما الآن من الجانب السياسي كل المواطنين أحرار وليس هناك نحن نقيم المسألة على أساس مبدأ المساواة بين المواطنين الحقيقة أنا كنت دائما ضد مسألة الإقصاء بالقانون أعتقد أن الإقصاء الحقيقي يتم عن طريق صناديق الاقتراع والشعب التونسي له من الوعي ما يكفي لكي يمارس عملية التحصين الذاتي للثورة ولكن هذا أعتقد أن الأخطاء التي وقعت فيها ترويكا وحركة النهضة في إدارة المرحلة للانتقال الديمقراطي وتراجع شعبيتها أدى بها أو دفعها إلى محاولة استعمال بعض الحيال القانونية لتحصين نفسها وليس لتحصين الثورة تحدثت عن الفصل 15 وقاطعتك الفصل 15 من القانون المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي أقصى أيضا التجمعين كنت ضد هذا الفصل وقلت أن الإقصاء يتم عن طريق صناديق الاقتراع ولكن السيدة الباجي قيدة سبسي أنا ذاك قبل الفصل 15 ما قبل به قبل الانتخابات لا أدري لماذا يرفضه الآن هناك مسألة أخرى مهمة هي مسألة العمر لأن الإقصاء لا يتم فقط بقانون تحصين الثورة ولكن بالتحديد السن الأقصى للترشح لرئاسة الجمهورية الموجودة الآن في مشروع الدستور أنا بطبيعة الحال هناك نحن نتحدث عن ثورة شباب وضروري أن نفتح الأبواب أمام الشباب وهناك عدد كبير من التونسيين يعتقدون أنه من الضروري تحديد السن القصوى لكن لن أدخل في إن كان هذا جيد أو غير جيد أقول فقط أن الآن من يقولون بأن هذا تحديد السن القصوى هو أمر غير جيد ومخالف للديمقراطية هم أنفسهم من كانوا لأن هذا الفصل كان موجود في الدستور 59 القديم في تونس لم يحتجوا على وجوده سابقا والمعارضة التي تحتج على إدماجه الآن في الدستور هي نفسها احتجت سنة 2002 على بن علي عندما قام بالاستفتاء وألغى هذا التحديد تحديد السن القصوى عندما بلغ هو السن القصوى المعارضة كانت تتهم بن علي بأنه يتلاعب بالدستور وألغى مسألة السن القصوى من أجل أن يسمح لنفسه بالترشح يعني هناك تناقض في المواقف وهذا أعتقد ليس جيد ملفة انتباهي في تصريحاتك الأخيرة هو قولك أن المجتمع التونسي في أعماقه ليس ديمقراطيين كيف ذلك؟ بطبيعة الحال الديمقراطية هي قبل أن تكون مؤسسات وقبل أن تكون مؤسسات حكم هي أيضا ثقافة أعتقد أن هناك تناقض كبير الآن بين إرادة جزء من النخبة السياسية في تونس التي تريد على المستوى المؤسسات وعلى المستوى النمط الحكم أن تبني نظاما ديمقراطيا في حين أن المجتمع التونسي في أعماقه في بنيته الاجتماعية في نمطه المجتمعي هو غير ديمقراطي غير مؤهل لديمقراطية أو غير ديمقراطية جولة التفصيل؟ غير ديمقراطي هو مؤهل للديمقراطية كل المجتمعات مؤهلة للديمقراطية ولكن واقعها واقعه الآن المجتمع التونسي هو مجتمع غير ديمقراطي هو غير ديمقراطي على مستوى العائلة هو غير ديمقراطي على مستوى المدرسة هو غير ديمقراطي في الفضاءات العمومية يعني نعيب زماننا والعيب فينا طبيعي ولا يمكن أن نبني نظام سياسي ديمقراطي على مستوى مؤسسات الحكم مبني على نمط مجتمع غير ديمقراطي هذا التناقض هو مصدر الحقيقي والكبير والعميق للأزمة التي تعيشها الآن تونس مجتمع مبني على قيم غير ديمقراطية مركب تركيبة غير ديمقراطية وبعض النخب السياسية تسعى بصفة فوقية ومسقطة دون أن ترتقي بالمجتمع إلى النمط الديمقراطي أن تبني نمط سياسي ديمقراطي لا نبني نمطا سياسيا ديمقراطيا على نمط مجتمع غير ديمقراطي يبقى هذا المجتمع هو الذي يعاني ويلات البطالة وإخفقات التنمية والإرهاب أيضا في تونس وسؤال مطروح ما تعليقك على أحداث الشعانبي؟ أحداث الشعانبي أعتقد أنه دون الدخول في التفاصيل العملياتية باعتبار أننا لسنا من المختصين في هذا المجال ودائما في هذه المسائل المتعلقة بالإرهاب ومقاومة الإرهاب هناك تفاصيل عملياتية لا يمكن أن ندركها والخيوط تتقاطع وتتداخل والصورة غير واضحة من يفعل ماذا الآن في الشعانبي؟ ولكن الأكيد أن تونس تعيش مرحلة خطيرة وأن العنف استشرى وأن هناك بنية أساسية للإرهاب تمركزت الآن في تونس البنية الأساسية متكونة من بشر من بشر لهم إرادة وعقيدة لممارسة العنف والإرهاب متدربون على ذلك ويكدسون الأسلحة من أجل ذلك إلى أي من يتحمل الطيار السلفي هذا مسؤولية ما يحدث؟ أعتقد أن الطيار السلفي يتحمل المسؤولية الكبرى فيما يحدث من إقراء أو تركيز الشبكة الإرهابية في تونس ولكن الطيار السلفي أيضا هو مخترق ويتم توظيفه من طرف قوة أخرى سواء داخلية أو خارجية للعب هذا الدور أنا وجه أنظاري إلى الشرق أنا أعتقد أن المشكلة كاملة قادمة من الشرق من المخابرات الخليجية من المخابرات السعودية بكل صراحة أقولها هي تدخل الخارجي الخليجي الذي يسعى الآن إلى تخريب الثورة التونسية كما يسعى إلى تخريب الثورة في مصر من تحديدا؟ أتهم مباشرة السعودية المخابرات السعودية هي التي تسعى الآن بعد أن احتوت الثورة في اليمن بعد أن قمعت الثورة في البحرين بعد أن أقرت الحرب الأهلية في سوريا الآن تخرب الثورة في تونس وتخرب الثورة في مصر عن طريق تمويل ودعم كبير ومتواصل بدون انقطاع لهذه الحركات التي تستخدمها المخابرات من أجل تخريب الثورة من الداخل وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى الغرب رسالة السعودية وصلت إلى الغرب الديمقراطية في الوطن العربي والثورة في الوطن العربي تعني الحرب الأهلية تعني الإرهاب تعني التفجيرات، تعني التطرف، تعني الراديكالية الدينية وهذا الآن يغير تدريجيا في موقف الغرب والموقف الأمريكي والموقف الاتحاد الأوروبي مما وقع بموجة الربيع العربي نشكرك جزيلا، شكر الأستاذ جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري في تونس ورئيس شبكة دستورنا على حسن الإفادة على قبول هذه التعامل شكرا ختام الحواري فرونس بانتكات، مشاهدين الكرام، شكرا لكم أنتم وإلى اللقاء شكرا